ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من مدينة مراكش مؤكدا في الوقت نفسه أن الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق بالفعل لهذا العمل الإرهابي الذي تورط فيها المبحث عنهم رفقة شريكهم الذي تم إيقافه أمسن التلتاء وأبرز ذات المصدر أن الأبحاث والتحريات ما تزال إلى حدود الساعة الجارية لإيقاف المبحث عنهم ولكشف ظروف ملابسات هذا العمل الإرهابي الذي سقطت ضحيته سائحتين تنحدران من دولة الدانمارك والنرويج وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العطور على جتتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة شمهاروش بدائرة إيمليل بإقليم الحوز تمكن المكتب المركز للأبحاث القضائية التابع للمديري العام لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنصيق وطيقين مع مصالح الدرك الملك والأمن الوطني صباح أمسن الثلاثة من توقيف شخص يشبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية شكرا 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 شكرا